شايف التصريحات اللي بتتقالب بعد الفوز والتقليل من النادي الأهلي ده شايف هزيك؟ ده هتتت صريحات أملة تصريحات ايه؟ أملة أملة أباكسب البطء ما هو فرق اهو؟ أنا بقول للعب تلاقي اللي شفته الفرق انت بتاخد بطولة بتروح ان اللعب بعشرين والكلام التصريحات دي اللعب بعشرين؟ اه، ده تصريحات شيكبالا اه بقول ان الواحد منهم بعشرين شكبالا ما ينفعش يقولك الكلام ده انت شكبالا هو أهل والله؟ انت لعب كبير ماشي، وهو ما بيقوله عليكم أسطورة اه تكون عرقت حتى عشان تقولك الكلام ده؟ وما انت معرقتش هم ملعبش أصلا انت راجل بتصور بس بالكاس اه يعني انت دورك اللي انت بتصور، بتهزر اه بتنطق شدها اللعيبة بتنطق بكورة التنس ماشي، ده دورك الفترة دي اه وما المشدورك اللي انت تتكلم عشرين اه تم انت هقولك الحاجة انا كنت بدعي واقسم بالله اللي شكبالا ينزل لأ ما راجل مش حطه في حساباتك ما هو 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 حطه هو حطه كده عشان فهمني يعني خلاص انتوا عايزين يوعد في النادي خلاص بس مش هيلعب هو مش المفروض لعب كبير طبعا تاريخه كبير مش هنتكلم مع نادي الزمالي عشان المفروض دي ما موجود في الملعب مش عبدالله قده ولا اكبر منه عبدالله عبدالله اكبر منه في سنة خمسة وتمين والتاني ستة وتمانين ماشي اما انت ما بقاش لك دور وما تجيبش بطوله يبقى ما تقولش عشرين عشرين ما اللعبة دي تمسيكتك كسبتك اكتر من تلاتين اربعين مطر قدت انت فين انت حتى ما بتجيب جونة عالمية ما بتبقاش اللعيب بعشرين فين دوري ابطال انت فين فين كاس عالم اندية انت بالك كم سنة في النادي مش من الفين وثلاتة يعني مع الفريق الاول سيبك من ناشئيني انت خدت دورة ابطال خلاص ما تقرنش نفسك بلعب الاه وصلت كاس العالم الاندية ما تقرنش نفسك بلعب الاه اكتفي معاك اللعب بعشرين دا عايزين نشوف امام عشور واخد دورة اكتر منه انت معالش انت ايه دوري انت ما تعبتش في دوري اه انت لعب كبير وفنياتك عالية مش هنقدر نتكلم وما ما تقرنش عشرين ايه ومو هزم البطولات اللي نازمك حصل عليها يعني بس اللي بياخد بطولة دا اللي هو انا لعبت اساسي كان هدف عملت هدف احرص هدف اه ده الكلام اللي تقالي يعني زبا هم انت بتقول لي عشرين مش فاهم عشرين انت فين اصلا الكلام تحفيزي لا مش تحفيزي ما فقاش يتكلم مع عبدالله برضك طلع يتكلم انا عايز اعرف اه تعليق ايه على عبدالله تصريحة عبدالله الصعب عبدالله انا عايز بس اقول له عبدالله العب طبعا عب هيل تاريخه مع الاندية ماليش دعا بالمنتخبات معملش حاجة مع المنتخب ماشي اه انا بكلمه تاريخه تاريخه مع الاندية اه ماشي لعب كبير انت قلت في الاسماعيلي معاك احسن لعبه في مصر اه ماشي كان معاك عمر اه جمال وكان معاك كابتن حمص وحسن عبدالرب وحماد فاتحي كان معاك فرا اصلا منتخب انا كنت موجود عفكة انت اسطورة حبيب او الله بكلمك جلب ماشي الله فتر التقلق وكان بدايته عبدالله السعيد روحت النادي الاهلي اول اربع سلينت كان هيمشوه كان معاك اه طبعا الاسطورة ابوتريكا معاك وليد سليمان كان معاك عتاول ماخدتش عارف تلعب في المكان ده اما مشيت معلش معاك بعد ابوتريكا ما مشي فين بقى اللعيب هل الدوري قبل الفين وعشرة زي الدوري دلوقتي انت بقعدت دلوقتي اللي بلعب دلوقتي معظم ما بقعفش لعبك وره ولا انا بكلمة لما كنتش انت عبدالله سعيد هتبقى فارق هتبقى فارق مع دمت عشان انت تعلمت انت تعلمت خبرة لا وتعلمت قرى كمان من الكابتن حمص ومن ابوتريكا من الرجال هذي اللي لعبك جملة دي انت تعلمت وده طبيعي وما تزعلش لا 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 عشان ان كان الكابتن حمص ده اسطورة طبعا والكابتن ابوتريكا اسطورة ماشي وروح تبرمز ماشي امكانيات ولي ولي ماخدتش حاجة مامشيت هم اخدوا كالس ما هيقولك انا خدت اه السوبر الافريكي معنات زمالك انت ما هو جيف مش جيف يناير وعا فكرة كان مستوى وحش جدا انت مش جيف يناير زمالك تخدت دوري لا خلاص ايه الماتش ايه ايه يعلم مالاسد مكنش مستوى كويس ايه يعلم مالاسد يخسر ماتش اه فيه فيه اتجاه لتجديد اه لعبدالله السعيد موسم كمان ما ايه المشكلة ماجدده بس ايه انا مش عارض انا بقولك الفترة الجاة هو 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 زي ما احنا بنتكلم عشان بس اقولك انت بتتكلم على العبدالله السعيد وبتتكلم على الشكبيرها يا جماعة دوما تلعبك بارح احنا بنتكلم في الوقت الحالي بطورة كل وقت وليه ادام صح انا ما ينفعش انزل مطشي خماسي كده اه اه فريطة تكسب وانزل احتفل وانزل اعمل واني مالوش دو اه يعني لازم اكون جبت حاجة صح لازم اكون عرق ساهمت معلش انت ما تكبر شوية اقولك ايه واحد يقولك انت اخدت هتقول انا خدت بطولة هيجي يقولك وانت لعبت اه انت مكنتش لك دو اه صح زمان الدولاتي بيقولك انت لعبت في نازل زمانك ماخدتش حاجة خلاص انا خدت بطلتين وملعبتش اه